توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضية حكب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 592 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 501 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالية حكب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 21 طن وأما في مجال حكب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 433 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط نحو 37 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان حد التسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 347 قضية من بينها 126 قضية خبز نقص الوزن و88 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت نحو 82 طن